اه اوكي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي كما ده كتر عاملين ايه يا رب دايما بخير ان شاء الله في الفيديو ده هنبدأ اه شابطر جديد من شباتر المايكروبيولوجي اه هو شابطر يا جماعة ما كانش موجود السنة اللي فاتت موجود اول مرة السنة دي بعنوان الهباطايتس فيروس ازيبقى ده كده شابطر اتناشر لان زي ما قلنا فيه شابطرين اتنين اتزودوا عليكم اه عن السنين اللي فاتت بتاع الهباطايتس فيروس والشابطر امينولوجي. تمام? الاتنين دول آآ جداد يعني. ماشي? طيب. الهباطايتس فيروس بيقول لك مبدئيا ان يعني يا جماعة مبدئيا. طبعا انا تخصصي افمن كبد وجهاز اضني يعني انا ده تخصصي انا شغال في معاهد الكبد في شبين شبين الكومو. فده تخصصي. آآ في كتير جدا يا جماعة بتعمل هيباطايتس. هيباطايتس يعني ايه بالعرب يعني التهاب التهاب كبدي. التهاب كبدي. غير الفيروسات كمان في حاجات تانية ممكن تعمل التهاب كبدي آآ. اشهرها مسلا ادوية. في ادوية تتاخد تعمل التهاب كبدي. في مسلا في حاجة اسمها التهاب كبدي مناعي. تمام? هنا في منهجنا احنا بندرس الفيروسات اللي بتضرب الكبد اللي هو الهباطايتس فيروس. تمام? اشهرهم طبعا خمس فيروسات. بيسموهم بتاعهم هو الليفر. هما بيخشوا في جسم الانسان بيروحوا يطلعوا يجروا على الليفر على طول. بيضربوا الكبد. فبيسموهم ايه بقى? هباطايتس فيروسز. تمام? طيب. مين هما الهباطايتس فيروسز? طبعا فيروس ايه فيروس بي. فيروس سي فيروس دي وفيروس اي. وطبعا فيه كلام جديد دلوقتي ان هما زادوا واحد كمان. يعني ايه خلينا في الكلام اللي مكتوب هما خمس تنوع وخلاص. دلوقتي الحد دلوقتي. يعني دول المشهورين هباطايتس ايه فيروس? هباطايتس بي فيروس هباطايتس سي وهباطايتس دي وهباطايتس ايه فيروس. خمس تنوع من الايه? الهباطايتس فيروس. تمام? طيب. دول بيسموهم ايه يا جماعة? بيسموهم هباطايتس. بتبقى لك بس كده في الصفحة الفاضية. عشان في فارق بينها وبين حاجة تانية. بيسموهم الهباطايتس فيروس. يعني ايه? يعني فيروس تخصصه في الكبد. هباطايتس فيروس. طيب في حاجة تانية او في يعني في كلمة تانية كده ممكن يسموها ايه? فيرال هباطايتس. هو في فارق يا جماعة بين الهباطايتس فيروس والفيرال الهباطايتس او. الهباطايتس فيروس ده فيروس اهو يعني من اسمه كده. هباطايتس فيروس يعني فيروس الكبد فيروس فيروس الكبد او فيروس الكبد اللي هو فيروس ايه فيروس بي فيروس سي فيروس دي اللي احنا قلناهم هباطايتس ايه فيروس ايه دول بيسمون هباطايتس فيطايا فيرال هباطايتس بقى لا دي في فرق بقى فيه مسلا فيروس اسمه السيتوميجالوفايروس كنا قلناه السيتوميجالوفايروس يا جماعة ممكن ممكن في النص يضرب الكبد يعني هو بيعمل اعراض كتير ممكن يعمل نيمونيا ممكن يعمل ممكن يعمل امراض كتير منها من اعراض انه ممكن يعمل هباطايتس يروح يضرب الكبد قال لا يعني هل يا دكتور هو ده السايتومي جاله فيروس متخصص في الكبد لا ولذلك يسموه يبقى فيرال هباطايتس يعني فيروس عمل هباطايتس ولكنه مش هباطايتس فيروس يبقى الهباطايتس فيروس اللي هم المعروفين اللي هم الفيروسات الخامسة اللي هنشرحه لكن في عنوان تاني حاجة اسمها الفيرال هباطايتس يعني فيروس عمل هباطايتس عمل التهاب كابدي اه مثلا منهم مسلا يبقى ده فيروس داخل في الجسم بيعمل حاجات كتير منها ان هو ضرب الكبد. يعني ضرب الكبد في المص مش كعضو اساسي لا. ده كعضو فارعي او مع بقية الاعضاء اللي بيدربها. ام جاي ضرب الكبد فساعتها يسموه ايه بقى? فيرو الهيباطايتس ما ينفعش اسميه هيباطايتس فيروس. يبقى الهيباطايتس فيروس ده بتاع الفيروسات المتخصصة في الكبد فقط. اللي هو فيروس ايه? وبي وسي ودي وايه. لكن ازر فيروس ازاي اللي هو بيعمل وكنا قلنا يا جماعة مسلا فيه فيروس اسمه فيروس. آآ آآ فيروس الحمى الصفرة ومش علينا في منهاجنا اسمه بيتنقل عن طريق الارفروبوت. المهم كل دول يا جماعة دول بيينفكت الليفر يعني كده ان هم بيدربوا اعضاء تانية وفي النص يضربوا الكبد. يبقى ما اقدرش اسميهم هيباطايتس فيروس. بسميهم هباطايتس. تمام? سنة واحدة بس التليفون بيري. الفيروسات الكبدية بقى قلنا يا جماعة ايه فيروس ايه وبي وسي ودي وايه هو هباطايتس ايه هباطايتس بيه هباطايتس سي هباطايتس زي وهباطايتس اللي هم الفيروسات الكبدية طيب. فيه طبعا الجدول ده يعني ايه? واخد لك البهاريز من الحاجات اللي هندرسها قدام. طبعا احنا هندرسهم كلهم بتفاصيله. هندرس فيروس ايه بعد كده بيه بعد كده سي وهكزا. الجدول ده مهم جدا. ليه? لانه هيلخص لك شوية بقيت التفاصيل جهوه عشان تبقى مساهل للمعلومات على نفسك شوية. طيب. اولا هنتكلم في الفاميلي. الفاميلي يعني ايه? يعني العيلة. هباطايتس ايه فيروس? طبعا اه يعني معلش هو ده جزء فيروليجي شوي. المفروض ان انا مش عارف بصراحة انت خدتوا فيروليجي قبل كده ولا لأ. بس المفروض في الفونديشن انتو خدتوا فيروليجي. بكتيرولوجي وفيرولوجي. فانتعرف الفيروسات دي. هباطايتس ايه فيروس? طبعا اهل اسمها عيلة البي كورنا فيروسز. هباطايتس بي فيروس طبعا اهل اسمها عيلة الهبادنا فيروس. هباطايتس سي فيروس طبعا اهل اسمها عيلة الفلابي فيروس. هباطايتس دي فيروس دي دي دي. طبعا اهل اسمها الدلتا فيروس. هباطايتس اي فيروس طبعا يا اسمها عائلة الكاليسي فيروس دي حظ ما فيش فيه. تمام طيب? نخش على الجينان. بص يا جماعة. كل الفيروسات الكبادية كل الهباطايتس هتلاقيهم او بص هكتبه لك برضو ايه? في الصفحة الفاضية عشان ما تنسيهاش. كلهم هتلاقيهم ار ان اي. الجينان بتاعهم ار ان اي اكسبت مين بقى? الهباطايتس بي فيروس. الهباطايتس بي فيروس هو الوحيد اللي هتلاقي دي ان اي. يبقى يا دكتور كلهم ار ان اي معه دا فيروس بي. الوحيد اللي ايه? دي ان اي. وطبعا اي ار ان اي بيبقى ايه دي معلومات في فيروولوجيا. بيبقى كده. من ار ان اي بنسميه ان ما يسموه او حتى يعني في فيروس بي بالزاد بيسموه بارشيا لدابل استراند. اقول هلك لما نشرح فيروس بي آآ كمان آآ يعني لما نخش في بازن الله يعني. ماشي يعني من الاخر يا دكتور كلهم ايه? كلهم من حس الجينان كلهم ار ان ايه. كلهم ار ان اي اكسبت فيروس بي. هو الوحيد اللي هتلاقي ايه? دي ان اي. تعال نشوف كده. بص. ار ان اي. ار ان اي. ار ان اي. دي ان اي. يبقى ده يجيبها لك ام سي كيو. يبقى اهو. حاجة مميزة ايه? ان كلهم ار ان اي اكسيبت فيروس بي. فيروس بي الوحيد اللي هتلاقي ايه? دي ان اي. ماشي خش بعد كده على طريقة الانتقال. بصوا يا جماعة. انت بتحفظها كده. بص عندي هباطايتس اي فيروس. هباطايتس بي فيروس. هباطايتس دي فيروس. اي بي اه سي معلش. سي فيروس. هباطايتس دي فيروس. هباطايتس اي فيروس. اي بي سي دي اي. قصة سي دي. الاول والاخير. الاول والاخير الموضف ترانسيميشن عن طريق فيه كو اورل. فيه كو اورل يعني عن طريق ايه الاكل الملوث يعني عن طريق الانجيشن. الانجيشن. يبقى الاول والاخير. فيروس اي وفيروس اي. الاي والاي. هما الاتنين عن طريق او بنسميهم فيكو اورال. تمام? طيب? التلاتة اللي في النص يا جماعة. البي والسي والدي. التلاتة دول بنقول ان هما برنترل. برنترل يعني ايه? يعني عن طريق الدم ومشتقاته. عن طريق مسلا شكة الابرة. عن طريق نقل الدم. عن طريق التاتو. التاتو لو واحد بيرسل التاتو تحت الجلد. الحاجات اللي بتشكك وتعورك. الدم ومشتقاته بيسموها تمام? ده البي والسي والدي. بيقول لك ان هما بيتنقل يعني عن طريق الدم ومشتقاته. زائد عليهم بقى البي. يعني البي بيتنقل زائد ان هو مميز في حاجات. بيتنقل برضو يعني عن طريق العلاقة الجنسية. واخيرا بيتنقل من 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 الام للجنين عن طريق المشيما. يبقى يا دكتور بتاع الهيباطيتس الاول والاخير يعني عن طريق الاكل. ماشي. انما البي والسي والدي اللي هما التلاتة في المص. التلاتة اللي في المص عن طريق الدم. زائد ان البي مع انه بيتنقل كمان عن طريق ويتنقل عن طريق تمام? طيب. اقول لك معلومة انا هنحتاجها كمان شوية. بص يا جماعة. انا قلت لك فيروس اي. وفيروس اي. الاول والاخير. بيتنقلوا عن طريق الاكل. طيب بما انهم بيتنقلوا عن طريق الاكل. يعني هيخشوا فين? على الاكل انت بتاكل الاكل. فالاكل بيعادي على ايه? على المعدة. المعدة يا جماعة تحتوي على حمض اله اتشي سي ايل صح? يعني اسد. اسد. بصفة عامة يا جماعة بتكسر او بتكسر بتكسر ال الاسد بيكسر اللي موجود في ايه? في الفيروس في حاجة اسمها الانفلوب. ده هيخليني معالش اشرح لك حتة صغيرة كده في الفيرولوجي. يا جماعة بيبقى حاجة من اتنين? الفيروس بيبقى عبارة عن مادة وراثية ويوحيط بها اهو. ده الجينوم. الجينوم اللي هي المادة الوراثية. خليه بلون مختلف. اهو. المادة الوراثية اللي هي دي بيسموها ماشي? يوحيط بها ده. بيسموه الكابسد. واحيانا بيبقى في غطى كده برة? اهو. بيسموه هيا دكتور كل الفيروسات عندها انفلوب لا. في بعض الفيروسات بيبقى عندها فبيسموه يعني عنده غشاء خارجي. في فيروس تاني تلاقي عبارة عن ايه? اهو. بس خلاص خلصنا. فده يسموه ايه بقى? يبقى عندي نوعين اتنين من الفيروسات. فيروسات عندها غشاء خارجي بيسموها وفيروسات ما عندهاش يسموها طيب يا جماعة كمكون هو بتكون من الليبد. و الليبد بيتكسر بايه? بالاسد. ماشي. تعال بقى نرجع للمعلومات تاني. انا بقولك الفيروس بيتخش في الاكل. في يعني عن طريقه الاكل عن طريقه الانجيشن. الاكل. طيب لو الفيروس في انفلوب. الانفلوب هيتكسر ايه? بالاسد يا دي. اه. يبقى اي فيروس بيخش عن طريقه الانجيشن. ويعمل لك مرض. يبقى لازم الفيروس داي يكون ايه? والذلك نطلع نقول بقى المعلومة. فيروس ايه وفيروس ايه? بيتنقلوا عن طريق الايه? الاكل. الاكل يبقى هيعدوا على الستومك يبقى لازم يكون الاتنين دول ايه يا جماعة? لان لو عندهم هيتكسروا باللستومك اسيدتي وصلت انما التلاتة الى في النص دول بيتنقلوا عن طريق يعني عن طريق الدم ومشتقاطه يبقى acuerdo على الاستومك. يبقى ما تخافش عليهم. يبقى عندهم عادي جدا. لانه مش هيكسر. آآآ عن طريق الاسد tongs ايديتي. لانهم اصلا مش هيعدوا على الاستومك. انما يبقى ما انهم بيتنقedingوا فيكي ارال. يبقى يعادوا على الاستومك يبقى لازم ما يكونش عندهم لان لو عندهم هيكسروا. وصلت يا بهذا دي معلومة ان ان فيرس ايه وفيرس ايون انفلوبت. انما التلاثة اللي في النصف انفلوب ده عندهم انفلوب. تعال نقرأ كده. بص يا سيدي. اه هباطايتس ايه فيروس. واه اه 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 احنا فين اه في المودة في ترانسميشن. المودة في ترانسميشن. بص الاول والاخير. هباطايتس ايه وهباطايتس ايه انجيشن. الاكل. مشي طب التلاتة في النص. بارنترل بارنترل بارنترل. زائد بقى عليهم فيروس بيه هتلاقي ايه سيكشوال. سيكشوال انتركورس العلاقة الجنسية. يعني عن طريق الماشي ما من الام للجنين. ودي يعني ايه بنسبة بسيطة كده سيكشوال يعني ايه مش مش يعني مالاش لازمة قوي. فيروس دي بصفة عامة اصلا مالوش لازمة. فيروس دي. المهم جدا هو فيروس بي يعني. ماشي طيب. خش بعد كده على الانفلوب. بما ان ده جماعة بيتنين عن طريق الانجيشن. الاتنين دولة هم الاول والاخير بيتنين عن طريق الانجيشن. يعني هيعدوا عن يبقى ما ينفعش بقى عندهم انفلوب. لأيه انها عندهم انفلوب هيكسر. اه يبقى ده لكن التلاتة اللي في النص عندهم انفلوب عادي جدا. وصلت? طيب. بعد كده الانكيوبيشن بيرو. ده اللي هي لها الفترة بين دخول الفيروس وظهور الاعراض. الاول والاخير هباطايتس اي فيروس وهباطايتس اي فيروس. بتاعته يا جماعة اتنين الى ستة ويكس اهو بص اتنين لستة ويكس اتنين لستة ويكس. الاول والاخير زي بعض اتنين لستة ويكس. التلاتة اللي في النص بقى قريبين من بعض. يعني بص هو مش هيسألك فيهم او مش هيقول لك قولي رقم بالزبط. يعني انت ممكن تقولها اي واحدة من التلاتة. بص ده بيقولك ايه من اتنين لاتنين وعشرين ويك. من اربعة لستة وعشرين ويك. من ستة لستة وعشرين ويك. طب يعني ايه? انت ممكن تسهل على نفسك وتقولهم كلهم ايه? خد تاخد حاجة وسطية كده. من اربعة لستة وعشرين ويك. ويبقى دي رقم ثابت. هنا من اربعة اه لستة وعشرين ويك وهنا من اربعة لستة وعشرين ويك وهنا من اربعة لستة وعشرين ويك. مش هيجيبها لك صح وغلط او يقولك لا انت غلط لأ. هي ااة هيكلها رنجي آآ رنجي بسيط يا جماعة. فمش فرقة خالص. اربعة الستة وعشرين ويك وخلاص. فلو لاحظت in هويبطايتس اي فايروس وهيبطايتس اي الا والاي. بتاعتهم قصيرة من اتنين لستة ويكس. انما هنا من اربعة الى ستة وعشرين ويكس بطويلة شوية. طيب بعد كده. ان شاء الله لما ندرس كل واحد من دولة هننزلس فيروس اي وفيروس بي وفيروس ودي وي كلهم هندرسه. وما ندرس كل واحد لوحده. اما اجي اقول لك اه 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 اما نجي نشح شرحهم يا جماعة. اقول لك كل فيروس فيهم هسألك. اقول لك قل لي فيه تلاتة سي ولا لأ? تلاتة سي. طب يعني ايه دكتور تلاتة سي. السي كارير وسي كرونيك وسي كانسر. كارير كرونيك كانسر. واقول لك يلا ها فيروس ايه? طبعا معظمنا جلنا فيروس ايه? هل في ناس بيبقى عندهم كانسر سرطان في الكابت بسبب فيروس ايه? طبعا لا. الاي وبص الاي والاي دايما ماشي مع بعض. الاي والاي مفيش منهم كارير ولا كرونيك ولا كانسر. التلاتة اللي فيه مصف فيه منهم. فيروس دي يعني ايه? معمول عليه شرط يعني ايه? لان لسه آآ بيتعمل عليه ابحاث. زي ما قلت لك هو فيروس دي بصفة عامة هو فيروس مش مشهور. فمش هيسألك فيه يعني هيسألك فيه معلومة صغيرة كده هقولها لك مهمة جدا. اما نوصل له بازن الله. في حتة كورونيك او كارير او كانسر ملهاش لازمة فيروس دي. لكن طبعا فيروس بي وفيروس تي مشهورين. ده مصر كلها كان عندها فيروس سي وناص كتير جدا جالها سرطان في الكابب بسبب فيروس سي. ييس. وفيروس بي طبعا بيعمل كانسر. وصلت لكن فيروس اي وفيروس اي لأ ايه و ايه لأ. وصلت يبقى الجادول ده مهم جدا 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 فيه اعتبر ملخص. الشرح اللي هنشرحه كله في كل الفيروسات دي. ماشي? طيب. بعد كده بيقول لك هنا ايه ايه? اي واحد يا جماعة يجيله هباطايتس فيروس. او فيرال هباطايتس يعني. اه سواء ايه فيروس ايه بي سي دي ايه كلهم اعراض اعراضهم واحدة. بتبقى الاعراض عبارة عن ايه يا جماعة? بتعمل بتعمل ايه? فيفر انوريكزيا نوزيا بيقول له بيسموه ايه اعراض ايه مش مميزة. بتيجي في اي فيروس على فكرة. سخنية همدان اه 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 قابلية للاكل نوزيا. حسنا عايز ارجع ترجيع جوندس طبعا صفرة دي اهم حاجة. الجوندس. العين تلاقيه مسفر. وطبعا بيبقى البول بتاعه غامق والبروس فاته. دارك يورين وبيل فيسز او بيل ستول. مشهورة جدا احنا بنشوفها. يقول لك العيان بتاعي. انا بعمل البول بتاعي زي كوباية الشاي. يفتكر ان هو ايه? بينزف البول. هو مش بينزف. ده هي الصفرة بتخلي البولون احمر. تمام? طيب? وطبعا في حالات كتير جدا بتبقى سمتوماتيك من غير اعراض. يبقى دي كده الايه? السمتومز بتاعات الهيباطايتس فيروس. ماشي. قول لو جاي لك عيان عنده اه اكيوت بسبب فيروس اي او بي او اي او اي ان كان. وجيت تعمله تحليل انزيمات الكابدة هتلاقيها عالية. تمام? طيب. يبقى مين اللي فيهم كرونيك اللي هما التلاتة حركات بحرف السي. تلاتة سي. كرونيك وكاريار وكنسر. هما مين? فيروس بي وفيروس سي. تمام? يبقى ده كده ايه جدول يعني ايه توضيح كده ليه كل الهيباطايتس فيروس. طيب. نبدأ اول واحد عندي هو هيباطايتس ايه فيروس? فيروس ايه? اللي هو يا جماعة بالعربي بيسموه التهاب اه كبدي وباقي. التهاب كبدي وباقي من نوع ايه? اللي هو فيروس ايه يعني. مماشي? طيب. بتا ايل? بيعمل هيباطايتس ايه? هو يعني الفيروس نفسه اسمه هيباطايتس ايه? بيعمل لي مرض اسمه هيباطايتس ايه? يعني اسم الفيروس هو ايه? هو اسم المرض? ما يشخدش بعد كده على صفات الفيروس. الفيروس ده يا جماعة من طبع علية اسمها عائلة البيكورنا فيروسز اهي انا لسه الهلك فوق طبع عائلة اسمها ايه عائلة البيكورنا فيروسز انتعرف اسمها بيكورنا ليه انا معرفش انتو خدتها في الفيرولوجيو ولا لأ اه بيكو يعني صغير بيكو يعني صغير بيكو رينا رينا لانها ار ان ايه لان بص اخي بص اهو بيكورنا رينا يعني ار ان ايه يعني الفيروس ده ار ان ايه ولا دي ايه لا طبعا هو ار ان بيخش في الامعاء يا جماعة فبيسموه فيروفيروس. انتعارف يعني انتيروفيروس? فيروس يعني فيروفيروس. انتيرو يعني في يعني بيخش في الامعاء. لأنه بيتنال ايه؟ آه لأ ديس الهلاء لطريل يعني بيعدي عالامعاء فبيسموهاش يا بيقول لك ان هو لرقم فعلة بعد عائلة او ورقم اتنين وسبعين لازم يعني. اه يعني افتكرة بشهداء الاهلي في برسعيات كانوا اتنين وسبعين. الانتيرو فيروس اتنين وسبعين. مش مشكلة. ماشي. هو ار ان اي وطبعا اي ار ان اي بيبقى ار ان اي. يبقى هو ار ان اي. ماشي. عنده انفلوب? لا. ده انا لسه الهالك فوق. هو بيتنين عن تريل انجيشن. يبقى يعدي على الامعاء. لو عنده انفلوب هيتكسر. يبقى ما عندهوش انفلوب. او نان انفلوب دي يعني. اهو. نان انفلوب. تمام? اخر معلومة مهمة جدا وانا ملونها لك ان هو في منه يعني يا دكتور في منه يعني في منه نوع واحد فقط. ولذلك لو واحد جاله فيروس ايه بيجيله مناعة طول العمر. تمام? اه مشهورة جدا الكلمة دي يمكن انتو اه اه حد فيكو عارف الموضوع ده اه اخواتنا او اخويا مسلا جاله فيروس ايه في فترة الكلية. ناس كتير جدا بيجيلها فيروس ايه? اللي يقول لك ايه? ان هو جاله فيروس ايه? يقول لك ان هو خلاص بقى عنده مناعة طول العمر استحال يجيله تاني. ليه? لانه في منه في منه انه واحد بس. فما يجيلك فيروس ايه? انت بتكون وهي دي بقى فايدة المناعة. ان انت كونت خلايا منعية. الخلايا المناعية دي تحميك في المستقبل ان يجي لك فيروس ايه? فاستحال يجي لك فيروس ايه تاني بقى عندك فاستحال يجي لك فيروس ايه تاني? يبقى انت كده عندك مناعة طول العمر. ماشي? دي. خش بعد كده على الموضف ايه انا قلت لك بص الاول والاخير بيتنالوا عن طريق اهو يعني فيكو اورال عن طريق الانجيشن الهيباطايتس اي فيروس فيكو اورال فيكو اورال يعني عن طريق الانجيشن عن طريق الاكل ماشي يعني مش بيصيب الحيوانات بيصيب الانسان بس طبعا مين اللي بيجيله فيروس ايه هما الاطفال ارموست او او ارموست الاطفال الصغيرين يا جماعة هما اللي بيجيلهم اكتر فيروس ايه اه لي يا دكتور لان هو الفترة دي من العمر يعني بيبقى الطفل يبدأ يلعب في الشارع يحط يده في الطراب يحط يده في اماكن مش كويسة فابتبقى ايده مش نظيفة عشان كده طبعا ايديها يروح ياكل فياكل الاكل فالفيروس يخش في معيدته فيعمل له هباطايتس ايه فيروس وصلت فدول اكتر فئة معرضة لان يجيلهم فيروس ايه ودائما بيجي في صورة حاجة اسمها يعني ايه يعني زي اه يعني انا مش عارفة وباء في منطقة معينة زي ما قلت لك كده اخويا اخويا مسلا كان جاله وهو في الكلية فاول سنة في الكلية سنقولها كلية من اكل المدينة الجماعية طبعا هو كان متعود ان هو يأكل اكل نظيف ومش عارف ايه راح للمدينة الجماعية طبعا مدينة الجماعية جماعة بيبقى الاكل ايه زي الزفت انا الحمد لله يعني ربنا رحمني مكان ما عارفش في مدينة الجماعية قبل كده بسوكا بيوصف لي منظر الاكل يعني فبيبقى الاكل معفن طبعا ما فيش اهتمام بالكواليتي بتاع الاكل اه فممكن يجيله اي يجي اي فيروس في الاكل طبعا اه 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 كلنا بنكل من نفس الاكل الخمسة ستة اه اه طالبا لا يعايشين في نفس الاوضة فهاكلوا في نفس الاكل فكلهم بيجي لهم فيروس ايه فبيقلك انه هو بيسموه بان هو بيجي في صورة تمام لو ناس متجمعين ورايحين اه اه في الصيف مسلا عابلين اه يبقى دول كلهم هيجي لهم فيروس ايه او زي ما قلت لك اللي ايه زي المدينة الجماعية اه شوية شباب بيأكلوا في المدرسة مع بعض فيجي لهم فيروس ايه ناشي طيب خش بعد كده على الكلينيكال بيكتشر الكلينيكال بيكتشر بيتعلق على تلات حاجة الانكيوبيشن بريود وكلينيكال بيكتشر والتلاتة سيل اللي انا قلت لك عليهم من شوية الانكيوبيشن بريود انا قلت لك ايه الاول والاخير اتنين لستة ويكس الاول الاخير اتنين لستة ويكس يبقى الانكيوبيشن بريود الفترة بين دخول الفيروس وظهور الاعراض اتنين لستة ويكس ماشي طيب يعني يا دكتور اهو الاعراض بتاعتي ممكن تبقى ايه ممكن تبقى فيفر فيفر او اسمتوماتيك من غير اعراض خالص يبقى ايه دي طيب التلاتة سي فيروس ايه فيه تلاتة سي لا طبعا لا في منه كرونيك نو كرونيك نو كارير نو اتشي سي سي نو سر روزس ما بيعملش تلايف كومبيليت ريكاوري طبعا في حالات بسيطة يا جماعة بيحصل حاجة اسمها فالمينيشن فالمينيشن يعني التهاب كبدي حاد ممكن يقدي إلى الوفاة طبعا ده بيبقى نسبة حدوثه لو جي فيروس ايه في واحد سنه كبير يعني انت عارف احنا دايما بنقول ايه يا ريتك يجي لك فيروس ايه وانت صغير لانه اما بيجي في الصغيرين بيبقى خفيف وبيعدي وبيديك منع طول العمر لكن للأسف لو جي لواحد كبير ممكن يبقى شديد شوية يعني ممكن يقدي إلى حاجة اسمها التهاب كبدي حاد ممكن يقدي إلى الوفاة وانا شفتها في المستشفى كتير جدا يعني ما كذبش عليك انا شفتها كتير لان احنا مركز نهائي يعني ايه يعني الحالات اللي بره ما بتتعليكش بيجولنا معهد الكبد فاحنا بنشوف اسوأ الحالات لكن في حالات كتير كويسة اه لكن انا بشوف حالات وحشة ليه لان دي اسوأ الحالات اللي في مصر يعتبر يعني يعني لو قلنا مثلا ان في نسبة 1000 واحد جالهم فيروس ايه هتلاقي ايه خمسة حصل لهم والتهاب كبدي حاد وماتوا خمسة الخمسة دول هعدوا عليك في المستشفى فانت هتشوفهم فتفتكر ان فيروس ايه بيموت بنسبة كبيرة لأ انت فيه تسعمية خمسة وتسعين واحد خفوا منه وخمسة بس اللي ماتوا فانت مسكت في الخمسة لان دول اللي انتشفتوهم وصلت لكن فيروس ايه بصفة عاما لا ده هو مش مميت هو بيحصل منه ماشي؟ طيب الدياجنوزس التشخيص بتاعي ايه؟ دايما يا جماعنا ما بنجل شخص بندور على بطايتس ايه فيروس اي جي ام انا جايلي دلوقتي عيان وانا شاكك ان هو عنده فيروس ايه؟ عنده سخونية وعينه مصفرة وكان واكل اكل معفن وهو وصحابه عينه مصفرة عمل لهم كلهم تحليل هو التحليل ده بطايتس ايه فيروس اي جي ام هتلاقي بوزاطفة على طول الاي جي ام يا جماعة بيبقى دايما دليل على ان فيه عدوى دلوقتي شغالة دلوقتي حالا لان الاي جي ام فاكر اللي هو او الانتباضي اللي هو لسه بيتكون دلوقتي حالا يبقى الاي جي ام انتباضي في بعض الحلاب بنستخدم الاي جي جي بس بيسموها ايه بقى حاجة اسمها يعني الاي جي جي يكون بيزيد اربع اضعاف يعني مثلا انا عملت التحليل بطايتس ايه فيروس اي جي جي طلع عشرين اعدهوله بعد كام يوم قال ايه مثلا بقى خمسمية قال له ده هو كان عشرين بقى خمسمية معنى كده ان هو عمال يكون معنى ان هو بيكون معنى كده ان هو عنده انفكشن دلوقتي حالا بص الاي جي جي انا شايف ان هو يعني ايه مالوش لازم اخلص عشان ما اطلقتش نفسك دايما بنستخدم وماشي طيب نخش بعد كده على علاج فيروس ايه وفيروس ايه بص فيروس ايه اللي هو الاول وفيروس ايه الاخير العلاج بتاعهم ان انت تطبط على عيان وتحطه جنب الحيطة هو تديله ترتاح في بيتك ما تديش ما تعملوش اي حاجة هتعلق له بس شوية محليل وتقول له ارتاح لحد ما تخف انت هتخف الوحدة تمام هو ده علاجه ان هو بيخف الوحدة ماشي طيب اخر حاجة عندي فيروس ايه هو في حاجات جنرال يا جماعة ده اول واحدة دي جنرال وحاجات جنرال دي بتقولها في اي فيروس بيتنيل عن طريق الاكل اخسل ايدك كويس اغطي الاكل كويس متاكلش اكل معفن متاكلش كبدة من الشارع متروحش محل بتاع الكبدة تلاقيه سندوتش كبدة بخمسة جنيه اكيد يعني ايه مش طبيعية في الغلة اللي احنا فيه خمسة جنيه ده اكيد فيه فيه حيوان ميت يعني فيه حاجة ميتة بسبب الكبدة دي فدايما تاكل اكل نظيف عشان ما يجيلكش فيروس ايه ده بيسموه الهايجينيك ميجر زي عماشي وسانيتيشن زي اخسل ايدك قبل الاكل وبعد والكلام ده كله دي حاجات جنرال في اي مرة بيتنين عطرية الاكل طيب دايما يا جماعة حاجتين اتنين active وبanship immunization active immunization يعني انا هدك حاجة تشغلة جهاز المناعة active 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 يعني ايه يعني ايجابي يعني جهاز المناعة بتاع خضرتك هيشتغل اواه يبقى انا هدك تطعيم الفكسين الفكسين بتاعنا اسمه الهاف ريكس انتعرف اسمه كده ايه هو الفيروس اسمه ايه яbotitis ايه فيروس وزود ريكس بس بقى اسمه هاف ريكس هاف ريكس. هو عبارة عن ايه يا جماعة? بينجيب الفيروس نموته. ونحقنه في جسمك. بس كده. يبقى هو فيكسين. بجيب الفيروس نموته وحقنه في جسمك بيتاخد في سرع جهرتين اتنين يا جماعة. في سن تمنتاشر شهر. وسن اربعة وعشرين شهر. يعني تقريبا سن سنة ومص وسنتين اتنين. ده بياخدوا مين زي مين? الاطفال اكتر من سن سنتين. طبعا اللي عايشين في مكان موبوء بفيروس طبعا في مصر هو مش تطعيم اكباري. يعني مش موجود كتطعيم مدرك في وزارة الصحة. يعني لو عما تتجاوزوا ان شاء الله وتخلفوا. هتلاقي وزارة الصحة بتجبالك ان انت لازم تدي منك تطعيمات معينة. لازم. تطعيمات اكبارية. فيروس ايه مش منهم? مش تطعيم اكباري. لكن مسلا انا مدي ابني التطعيم ده. بس اديته وروح تشتريته بنفسي من استيبالية. لكن بقيت التطعيمات انت بتاخدها في الوحدة الصحية بلاش يعني. لكن ده تطعيم اختياري انت اللي بتروح تشتريه. اه في طبعا الافضل اللي انت تديه لابنك عشان ما يجلوش فيروس ايه يعني? ماشي? التطعيم اسمه ايه? مهم جدا. ده بيسموه طيب. في حالة تانية بقى يا جماعة بيسموها يعني ايه? يعني هتديك مناعة يعني سلبية. يعني جهاز المناعة بتاع حضرتك مش هيشتغل. انا هتديله المنتج النهائي جاهز. اه يبقى هتديك ايه بقى? الاميونو جلوبيلنز. الهيومن اميونو جلوبيلنز. اللي هيا الاجسام المضادة. بيقولك ان انت ممكن تاخدها طبعا لو واحد مسلا امريكاني جاي مصر. مسلا واحد امريكي يجي مصر. وكل من اكلنا وشرب من شربنا وكل سلطة وقعد عندنا يومين تلاتة وبعد كده سافر امريكا. بعد اما سافر يا جماعة العيان بدأ يصفر. اه كده بدأ يحصل له هباطايتس ايه فيروس. كده اه هم عملوا التحليل لان هو عنده فيروس ايه. يدولوا على طول مين بقى الاميونو جلوبيلن. الاجسام المضادة عشان تحميه من فيروس ايه. في بعض الحلقة كمان ممكن يدولوا الاميونو جلوبيلن قبل ما ييجي مصر يعني. تمام? بدأ كده الايه الهباطايتس ايه فيروس. طيب. ايه بص دايما ايه يا جماعة? ايه ايه فيروس. الديزيز رسم بالهباطايتس ايه فيروس. يعني شبه مين? شبه هباطايتس ايه. ولكن فيه فرق صغير جدا يا جماعة. زيادة المورتاليتي ان البريجنانت ومن يجيبها لك كتير جدا امي سي كيو. بيزود نسبة الوفيات في الستات الحوامل. هباطايتس ايه فيروس. يعني قليلة جدا نصف المية طيب منال حملت نفس البنت منال حملت وجالها هباطايتس اي فيروس فرصة انها تموت عشرين في المية شفت الفرصة ده زادت ازاي يعني بيزاق بتزيد نسبة الوفيات بسبب هباطايتس اي في الستات الحوامل في الغير حوامل بتبقى نسبة قليلة في الحوامل بتبقى نسبة عالية يجيبها لك سؤال مهم جدا وهي دي المعلومة اللي يعتبر في هباطايتس اي فيروس ان بيزود زيادة الوفيات في بقيت التفاصيل كلها قلناها في الجدوى الفوق يعني مسلا من اتنين الستة زي زي فيروس ايه هل هو عنده لا زي فيروس ايه هل عنده تلاتة كارير كانسر لأ فيامني يعني المعلومات بقى اللي انت روحت ايه ذكرتها في الجدوى الفوق بقى تمام المعلومات بتاعتي هتلاقيها كلها هنا ان هو تبع كاليسي فيروس ان هو قرأ ان ايه بيتنقل فيك اورال مفيش امفلوب مفيش امفلوب مفيش ولا كارير ولا كانسر خلاص يبقى احنا كده قلنا الاول والاخير اللي مهم فيه ان هو بيزيد الوفيات في الستات الحالي ماشي طيب يبقى احنا كده قلنا هباطايتس ايه فيروس بي انا هأجله لانه هشرحه في فيديو كامل لوحده لانه مهم جدا 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 يعني انا هقسم الحصة دي على فيديو هيني بارت وان هشرح كله بارت وطو هشرح فيروس بي الواحده خلاص يبقى هنسيب فيروس بي اجري بقى معايا هنروح على فيروس سي اهو السي طبعا اه فيه بس انا شارح الدي قبل السي ليه عشان هباطايتس دي فيروس يا جماعة هو او بص هقول لك على حاجة حلو سي بي الدي هشرحه مع البي ليه لان الدي دايما لازق للسي للبي فيروس دي لازق لفايروس بي هنشرحه ان شاء الله يعني بص انا شرحت دلوقتي هباطايتس ايه فيروس يلا اللي بعده هباطايتس بي فايروس مش دلوقتي هباطايتس سي فايروس اقوله لك دلوقتي بعد كده هباطايتس دي فايروس مش دلوقتي الدي هشرحه مع البي هباطايتس اي فايروس قلته يبقى انا قلت الايه والايه وهشرح السي دلوقتي يلا نخش هباطايتس سي فايروس فايروس سي فايروس سي يا جماعة اول طبعا اه اه اول معلومة فيه بتاعته انه هو اه في منه ست نوع هباطايتس سي في منه حاجة اسمها ستة يعني مسلا مش زي فيروس ايه? فيروس ايه لما قلت لك ان هو اهو. قلت لك ان هو نوع واحد فقط. لكن فيروس اه سي لأ. في من ست نوع. اشهرهم نوع اربعة. وده اللي موجود في مصر على فكرة. طبعا انتو عالفين ان فيروس يا جماعة كان في وقت ملوقات مصر هي رقم واحد على مستوى العالم فيروس سي. فيروس سي. انت متخير رقم واحد على مستوى العالم فيروس سي هم مصر. بسبب علاج البالهارسية بتاع زمان. اه اه طبعا بسبب علاج دي نسبة فيروس سي قلت كتير في مصر يعني. طيب. اه نخش على ايه الكاركترز بتاعته. هو اه الجيرون بتاعه انا قلت لكم ما كلهم ما عدا فيروس بيه هو الوحيد اللي ديني. يبقى هو ايه. وطبعا بما انه مش بيعدي على المعدة يبقى عنده عادي. احنا الكلام ده قلنا فوق في الجدول. اهو. هنبص كده سريعا على الجدول. اهو. هو وعنده عادي خالص. ماشي. وتابع عيلا اسمها عيلة الفلافي فيروس. بيتنيل عن طريق الدم ومشتقات وبارنترل. والانكيوبيشن بيروت زي ما قلنا اربعة لستة وعشرين ويك مش فرقة. اه وبيعمل تلاتة سي. الكورونيك والكارير والكانسر طبعا. هنشرحهم دلوقتي. طيب. يا بطاية السي فيروس. قلنا انه هو سنجلس تراندو ار ايه عنده انفلوب وتابع عيلا اسمها عيلة الفلافي فيروس. المودف نمودف يا جماعة انا كتبها لك فوق بارنترل. بارنترل يعني ايه? يعني عن طريق الدم ومشتقاته. الدم ومشتقاته. رقم واحد البلاد. زي في حالات البلاد ترانسوفيجن نقل الدم. اه بطلور زين فيروس بي. يعني اقل من من نسبة انتقال فيروس بي. يعني فيروس بي اسهل ان هو يتنقل عن فيروسية. طيب انت دكتور وجاي تشك عيان فخلي بقى لك لان انت ممكن انت وانت بتشكه يكون عنده فيروس سي وتشك نفسك فاجي لك فيروس سي. فده دي طريقة انتقال فيروس سي يعني. تمام? طيب. اه رقم اتنين بيقولك البلاسينتا او ملك ترانسوفيجن نو افيدنس هو كتاب الاسم كتبها كده. انتقالوا عن طريق البلاسينتا المشيمة او اللبن من الام للجنين نو افيدنس مفيش دليل على كده. يعني من الاخر هو مش مودف ترانسوفيجن. مش بيتنين عن طريق اللبن يعني. ماشي? اه سيكشوال ترانسوميشن انكومون. طب انا مش فاهم يعني هو بيكتبه ويقولك انها مش بتحصل. يبقى هي ومش بيتنين عن طريق السيكشوال ترانسوميشن. وإلا يا جماعة يعني ايه? انا زي ما قلت لك ناس كتير جدا مصريين عندهم فيروس سي. ما ينفعش تروح تقوله فيروس سي بيتنين عن طريق الايه العلاقة الجنسية. خلاص يبقى الراجل ده مش هيعمل علاقة جنسية مع امراضه. ومصرين كلهم كان عندهم فيروس سي. بقى المصرين كلهم مش هيعملوا ايه علاقة جنسية. كان زمانة مش هنوصل ل120 مليون يعني. فاهمني? فهو مش بيتنين عن طريق السيكشوال انتر كورس. تمام? طيب. في بقى مودف ترانسوميشن كده بيسموه قنون. بنسبة عشر الخمسين في الميع. يعني يا قنون يا جماعة. يقولك ايه? انا دلوقتي روح تعمل تحليل فيروس سي. لقيت ان انا عندي فيروس سي. فيقول لي يا دكتور هو انت اتشكت قبل كده بابرة? بقول له لا. طب انت خدت دم من واحد قبل كده اتنقلك دم ولا حاجة? لا. طب انت عملت حادثة وحد خياتك شكك غصبا عنك بابرة هو كان مشكوك بها? اقول له لا. طب انت اتنقلك فيروس سي منين? انا معرفش. بيسموها قنون. هو مش معنى قنون ان هو جالك من الهوى. يعني. يعني انت ماشي كده في حالك نزل لك من السما فيروس سي جاء لك? لا. هو انت اتعرضت الفيروس سي. بس عن طريق حاجة انت مش فاكرها مش متذكرة بيسموها قنون. تمام? ودي مشهورة جدا في فيروس سي. وكانت مشهورة قوي يا جماعة في حملة اه حملة السيسي بتاعت فيروس سي الفين وخمستاشر. ناس كتير جدا كانوا رايحين يحللوا في الحملة ده وعنون فيروس سي. ما يعرفوش جالهم منين? هو فيه موضف ترانسيميشن بس هما مش عارفين. فيامني? هما اكيد تشكوا عن طريق حاجة ولا هم بيبراعوا بالدم? عن طريق حاجة معينة تنقل لهم فيروس سي بس هما مش فاكرين. ماشي? طيب. بعد كده الباثوجينيسز. هيباطايتس سي فيروس يا جماعة بيقولك ان هو بيينفكت الهيباتوسايتس لانه فيروس سي بيخش جوا خلال كبد. بيينفكت الهيباتوسايتس. بس في حاجة ممازة فيها يا جماعة انه هو زرزنو افيدنس فور الفيروس انديوز سايتو باسك افكت يعني ايه? اه بيدخل الجوا الحيباتوسايتس اهي? خلايا الكبد. اللي هي ومش بيكسر الخلايا بيتانيقق جوا الخلايا. اما اللي بيحصل يا جماعة? هو بيستحس جهاز المناعة. فطلع خلايا منعية. منهم التي سل اللي هي 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 جاية تضمر الفيروس. لكن للاسف وهي جاية تضمر الفيروس. الفيروس بتضمر خلايا الحيباتوسايتس. يعني عايزي يقولك ان ان поз, انجري الانجري اللي التهاب اللي بيحصل بسببedere. ده مش بسبب فيروس سي نفسه ده سبب خلايا الخلال منعي نفسها وهي رايحة تحمينا بتضم الخلايا الكبد فتعمل هيباطايتس وصلت فبيقولك ايه بقى على نقرأ كده هيباطايتس سي فيروس ماشي بيخش جواه خلايا الكبد على الليفر يعني هو مش بيبوص خلايا الليفر اما الديس وصلت طيب الكلينيكل بيكتشر ابتاع احنا قلنا يا جماعة هنقسمها تلاته سي اللي احنا نحافظ لنه انكيوبابتشان بيريد انا قلت لك من اربعة لستة وعشرين اسبوع مش فرقة من اتنين لستة وعشون الفرقة مش فرقة قوي حتت اتنين ولا اربعة فاهمني ماشى الاعراض الاعراض سي بي فور. سي بي فور يعني ايه? يعني انوريكزيا. ونوزيا وفومتينج وجوندس. ودارك تيورين. اهو الاعراض اللي احنا قلناها كلها هنا. او اسمتوماتيك من غير اعراض خالص. ماشي? اهو. يبقى سي بي فور مصد اليساب يعني ممكن يعدي من غير اعراض. اه بيبقى اقل شوية من اعراض فيروس بي. ماشي? يبقى احنا التلاتة سي. او طبعا بيحصل. فيروس سي مشهور جدا. او كاريال فيروس سي. او سيرروزس يعني تلاقيه في الكابت. او كانسر اللي هو الهيبات وصيره الكارسينوما. سرطان الكابت بسبب فيروس سي طبعا كومت. فيروس سي بيعمل الحاجات دي كلها. ماشي? طيب. اه بعد كده بيقول لك خمسة وتمانين في المية من حالات فيروس سي يعني التهاب كابدي مزمن. ماتشو هايا الريت زين فيروس بي. فيروس بي. نسبة انه هما يقلب الكرونيك. اه يعني المزمن اقل من فيروس سي. فيروس سي مشهور عنه حتة الكورونيستي. تمام? طيب. من عشر لعشرين في المية من حالات فيروس سي بيقلبوا بسرروزس تلايف في الكابد. ماشي? واحد لخمسة في المية اوف الانفكتد انديفيديوال في فيروس سي بيجي لهم هبات و سيرولور كارسينوما سرطان في الكابد. هو على مستوى العالم الكنسر ترتيب رقم خمسة على مستوى العالم انتشارا هو سرطان الكابد الهبات و سيرولور كارسينوما. دي يعني معلومات دي ايه قرية ما لهاش لازم يعني. طيب. بعد كده التشخيص الدياجنوزس. دايما يا جماعة ما بيجي لي عيان. انا شاكك انه هو عنده فيروس سي. بعمل له ايه? بطايت السي فيروس انتي بادي. بدور على الانتي بادي. الاجسام المضادة عن طريق جهاز اسمه الالايزا. بطايت السي فيروس انتي بادي بالالايزا. لو طلعت بوزاتيف. لو طلعت بوزاتيف يا جماعة بتأكد بجهاز اسمه الريبا. الريبا. تمام? ليه? لان في بعض الحالات ممكن تعمل هيباتات السي فيروس انتي بادي تطلع بوزاتيف ويطلع الاختبار ايه? مش مزبوط. التحليل ما كانش مزبوط. يبقى بيقولك بتعمل اختبار اسمه الريبا الريبا اللي هو ايا كومبونت اميونو بلوت اسي. مقدم تتأكد. تمام? طيب انا عملت الفيروس سي. طلع بوزاتيف وبعد كده عملت الريبا تتأكد باختبار تالت هو. البي سي ار. البي سي ار اللي هو يا جماعة عد الفيروس. بعد فيرس سي طبعا مشهور جداً تحليل البي سي ار طب يا دكتور طب ما تعمل TON teil ات Av on tpn lên بادي. طلع بوزاتيف تعمل يا الريبا. طلع тех السي ار طب ما تعمل من الاول البي سي ار وتخلص. البي سي ار غالي. البي سي ار موجود في اماكن معينة. البي سي ار بيعود كزا يوم. انما التحاليل دي كلها اسهل كتير. انا ممكن اعمل دوق من اول يطلع نيجاتف وبخلاص خالصت. ومش اخش بقى على خطوة رقم اتنين وخطوة رقم تلاتة. فاهمني? التحاليل ده نص ساعة ويطلع لك نتيجته. ورخيص. وموجود في اي معمل. انما البي سي ار بيبقى غالي ومش موجود غير في المستشفيات معينة. وبيقعد تلات اربع خمس ايامه ولا حاجة على مناسجته تطلع. تمام? فعشان كده مش بنط على البي سي ار على طول. ماشي? يبقى بتعمل البي سي ار اللي هو وده بيعد الفيروس يا جماعة. بيسموه بيعد الفيروس في الدم. كمية الفيروس قد ايه. طيب. بعد كده يا جماعة العلاج بتاع طبعا مش هيسألك فيها يا جماعة. اه يعني قرية كده بس بسيطة. علاج فيروس سي هو عن طريق طبعا الكلام ده كان زمان. كنا بنعالج اه فيروس سي بالانترفيرون. انترفيرون الفا. اه اه طبعا اه ده علاج فيروس سي بس كان زمانيا. يقول لك هو انترفيرون الفا مع الريبافيرين. ده مع البروتياز انهيبتور. طبعا دلوقتي في الجديد اه اه سنة الفين واربعتاشر اه الفين وخمستاشر كده. في حاملة سيسي اه كل المصرين خادوا السوفالدي. اللي هو اه السوفوس بيوفير. اه في الفين وتلاتاشر اللي هي منظمة الصحة العالمية او منظمة الغذاء منظمة الادوية العالمية قصدي. ده اسم المادة العلمية. اه اسم التجاري الدواء نفسه يعني اسمه تمام? اه باي اه جينو طايب واحد واتنين وثلاتة واربعة احنا قلنا نفيه ست نواع. هو بيعالج واحد وثلات واربعة. فيديته ايه يا جماعة? هو بيانهبت الفيرل ار ان اي بوليميريز انزيم. بيمنع تقاصر الفيروس. اه ايما بيتاخد الواحده او يعني كان بيتاخد الواحده او يتاخد مع الانترفيرون. كان بيتاخد في بعض الحالات بناديه تلات شهور ونشوف الحالات التانية كنا بنديها اه ستة شهور. يعني على حسب حالة الكابد وبنعمل حاجة اسمها آآ آآ الفايبر سكان. شوية حقيقة كده بتعرفنا الكابد عاملي عشان ادي سوفالدي تلات شهور ولا ادي سوفالدي ستة شهور. تمام? السوفوز بيوفير اللو هو سوفالدي از افكتيف ايزر الون كان بيتاخد مع ريبافيرين آآ آآ او يتاخد الواحده يعني. تمام? ده كده علاج فيروس. طبعا مش هيسألك في علاج فيروس يعني. طيب. هل في تطعيم? للاسف زرز نو مش زي فيروس ايه. مفيش تطعيم. ومفيش اجسام مضادة. امال ما تشكش نفسك. ما تشكش نفسك من عين عنده فيروس سي. آآ وانت بتاخد عينها من عين ده خلي بالك آآ آآ ما تيجي تنقل دم الواحد تعمل تحليل فيروس سي عشان ما تنقلوش فيروس سي وهكزا. قول لي جنرال ميجرز افو افويد نيديل استيك انجل والحاجات اللي هي بتاعت نقل الدم دي يعني. ماشي? يبقى احنا كده يا جماعة قلنا آآ فيروس ايه? وقلنا فيروس سي. وقلنا فيروس اي. ان شاء الله في الفيديو الجاي بقى هشرح لك فيروس وهيباطايتس دي فيروس لانهم دايما بيبقوا ماشيين مع بعض. هكملها بقى في الجزء التاني بازن الله. بالتوفيق وربنا معاكم يا رب.